اشتركوا في القناة والسلام الهدى وسيد الورى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام فمن رحاب بيت الله الحرام ومن جنبات الكعبة المعظمة ما زال هذا المجلس المبارك منعقدا في هذه الرحاب الطاهرة في كل ليلة من ليالي الجمعة نغتنم بها فضل الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس هذا السفر المبارك كتاب جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وهذا المجلس المبارك المنعقد تباعا لاستكمال مضامين هذا الكتاب قد تقدمت بعض مجالسه أيام شهر رمضان المبارك وما يزال هذا المجلس متتابعا لسرد بقية ما جاء في هذا الكتاب المبارك تقدم أيها الإخوة المباركون أن الكتاب يشتمل على سبعة أن الكتاب يشتمل على خمسة أبواب انتهى منها البابان الأولان حيث كان الباب الأول معقودا لبيان الروايات من الأحاديث والآثار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصيغة الصلاة والسلام عليه أو فضلها أو شيء من مروياتها ذات الصلة والباب الثاني كان في شرح ألفاظ هذه الصلاة المباركة على نبينا عليه الصلاة والسلام وفيه فصول عشرة تم اتباعا بحمد الله تعالى بيّن فيها المصنف رحمه الله معاني ألفاظ هذه الصلاة الإبراهيمية بدءا من قولنا اللهم والصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى اسم النبي محمد وبرهيمة وما يتعلق بالبركة إلى آخر فصول أبواب ثاني الكتاب وهذا المجلس منعقد لبيان الباب الثالث تباعا إن شاء الله تعالى وهو الذي عنونه ابن القيم رحمه الله بقوله الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا هذا الباب صلب الكتاب وهو المتعلق بمواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء الحث عليها وكما قال رحمه الله فإنها إما تأتي على الوجوب أو على الاستحباب في هذا الباب أورد ابن القيم رحمه الله واحدا وأربعين موضعا من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتفاوت قوة وضعفا بحسب الأحاديث والنصوص الواردة فيها لكنه حصر ذلك رحمه الله واستقصى فيه استقصاء بينا معقبا كل موطن بما دل عليه وبيان ذلك قوة وضعفا وها نحن نعرض مضامين الكتاب كما تقدم في البابين السابقين بإذن الله تعالى مع إرادي مجمل وملخص ما يتعلق بكل موطن قال رحمه الله تعالى الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا الموطن الأول قال وهو أهمها وأكدها في الصلاة في آخر التشهد هذا الذي نفعله كلنا أمة الإسلام عندما نصلي لربنا فرضا كانت الصلاة أو نفلة فإن أحدنا لا يفرغ من صلاته ولا يغادرها ولا يسلم منها خارجا منها إلا بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول وهو ما يسميه الفقهاء بالتشهد الأخير ويسمونه أيضا بالصلاة الإبراهيمية قال رحمه الله وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها هذه مسألة فقهية أطال فيها ابن القيم رحمه الله تقريرها في هذا الموضع من الكتاب لجلالة المسألة وأهميتها إذن لعونا نفهم جيدا أن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم رحمة الله عليهم مجمعون متفقون على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة في آخرها قبل السلام عمل مشروع من أعمال الصلاة لكن هل هذه المشروعية هي على الوجوب أم على الاستحباب ها هنا مذهبان للفقهاء سيعرض فيها ابن القيم رحمه الله أقوالهم ومذاهبهم وأدلتهم فيها قال رحمه الله فقال الطائفة ليس بواجب فيها يعني ليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الواجبة في الصلاة قال ونسبوا من أوجبه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع هذا القول هو قول جماهير الفقهاء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة ليست من الواجبات بل هي من المستحبات وهذا الكتاب لابن القيم رحمه الله من أجل المراجع التي تبحث فيها مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة وعرض الأدلة ومراقشتها فإنه قد قرر فيها تقريرا نفيسا وحرر فيها تحريرا علميا متينا رحمة الله عليه وعلى سائر علماء الأمة الأبرار فهذا أول المذهبين القول بعدم الوجوب وأبان رحمه الله أن من الفقهاء والعلماء من جعل القول بالوجوب قولا شاذا وبالغ في الإنكار عليه قال منهم الطحاوي والقاضي عيام والخطابي فإنه قال ليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم له قدوة انتهى كلام الخطاب رحمه الله قال وكذلك ابن المنذر ذكر أن الشافعي تفرد بذلك واختار عدم الوجوب واحتج أرباب هذا القول بأن قالوا واللفظ للإمام القاضي عيام رحمه الله والدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه وقد شنع الناس عليه المسألة جدا وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي اختاره الشافعي وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل من روى التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبي رضي الله عنهم لم يذكروا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الكلام للإمام القاضي عياض رحمه الله في بيان الدليل على عدم الوجوب أن عامة من روي عنهم من الصحابة في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في التشهد في الصلاة لم يذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن قال ونحوه عن أبي سعيد وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه أيضا على المنبر يعني وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام بن عبد البر رحمه الله في التمهيد ومن حجة من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضا في الصلاة حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فقال إن عبد الله أخذ بيدي يعني بن مسعود وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي كما أخذت بيدك فعلمني التشهد فذكر الحديث إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد قالوا فهذا الحديث يشهد لمن لم يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة ولا سنة مسنونة وأن من تشهد فقد تمت صلاته إن شاء قام وإن شاء قعد قالوا لأن ذلك لو كان واجبا أو سنة في التشهد لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذكره هذا مجمل نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة عن الحافظ عبد البر وقبله عن الإمام القاضي عيام رحم الله الجميع قال ابن القيم رحمه الله في ذكر الأدلة الأخرى للقول بعدم وجوب صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد في الصلاة قالوا أيضا فقد روى أبو داود والترمذي والطحاوي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث واللفظ لحديث الطحاوي وعندكم لا تمضي صلاته حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وروا عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته وأيضا من الأدلة حديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن عباس عن ابن مسعود في التشهد قال ثم ليتخير ما أحب من الكلام يعني ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة أيضا حديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على محمد وآل محمد ثم يدعو بما شاء أما رأيتم لقد ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لكن قالوا هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا المصلي الذي ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة ولو كانت فرضا أو واجبا لأمره بالإعادة كما أمر ذاك الذي استعجل في صلاته وأساء فيها فلم يتم الركوع والسجود فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ومن الأدلة أيضا أن حديث المسيء صلاته الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وذكر له صفة الصلاة لم يذكر له فيها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولو كانت من فروض الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها لعلمه إياها كما ذكر راه الركوع والسجود والطمأنينة في الصلاة واحتجوا أيضا كذلك بأن فروض الصلاة وواجباتها إنما تثبت بدليل صحيح ليس له معارض من مثله أو بإجماع ممن تقوم الحجة بإجماعهم هذه أبرز وأظهر أدلة القائلين بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة وهو قول أكثر الفقهاء رحمة الله عليهم والأدلة كما سمعتم قال ابن القيم رحمه الله فهذا أجل ما احتج به النفات وعمدتهم قال ونازعهم آخرون في ذلك نقلا واستدلالا وانطلق رحمه الله تعالى يعرض إجابة القول الآخر على هذه الأدلة بالوجوب ودافع رحمه الله تعالى عن القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة وابتدأ من حيث ذكر هناك كلام الإمام القاضي عيام وكذلك قول الحافظ بن عبد البر وغيرهم من الفقهاء قال أما نسبتكم الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة إلى الشذوذي ومخالفة الإجماع فليس بصحيح فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم فمنهم عبد الله بن مسعود فإنه كان يراها واجبة في الصلاة ويقول لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بن عبد البر عنه في التمهيد وحكاه غيره أيضا ومنهم أبو مسعود البدري فقد روى عثمان بن أبي شيبة وغيره عن شريك عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال ما أرى أن صلاة لي تمت حتى أصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم عبد الله بن عمر ثم ساق بسنده عن عقبة بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن نسيت شيئا من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام وقد أخرج الأثر بن أبي شيبة في مصنفه وفي سنديه ضعف وكذلك الضعف أيضا في سندي أثر أبي مسعود البدري رضي الله عن الجميع قال الإمام بن القيم رحمه الله فإذا ليس الشافعي بأوحدة في القول بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد فهذا عدد من الصحابة كعبد الله بن مسعود وبي مسعود عقبة من عمر الأنصاري البدري وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا فإنهم يقولون بالوجوب ويرون أن الصلاة لا تتم إن لم يذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم ومن التابعين ممن قال بهذا القول أيضا أبو جعفر محمد بن علي والشعبي ومقاتل بن حيان ومن أرباب المذاهب المتبوعين أيضا إسحاق بن راهوية فقال إن تركها عمدا يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قال إن تركها عمدا لم تصح صلاته وإن تركها سهوا رجوت أن تجزئه وهذا هو معيار الواجبات في الصلاة أن تركها عمدا يبطلها وأن تركها سهوا يجبر بسجود السهو وعلى رأي إسحاق بن راهوية أنها تسقط بالسهو كما قال رجوت أن تجزئه قال ابن القيم قلت عن إسحاق في ذلك روايتان ذكرهما عنه حرب في مسائله قال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قال سألت إسحاق قلت الرجل إذا تشهد فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقول إن صلاته جائزة وقال الشافعي لا تجوز صلاته ثم قال أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيميرة فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حرب سمعت أبا يعقوب يعني إسحاق يقول إذا فرغ من التشهد إماما كان أو مأموما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئه غير ذلك لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة فأنزل الله إن الله وملائكته يصلون على النبي وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون فأدنى ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه يكفيه فليقوله بعد التشهد والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الأخيرة في الصلاة عملانهما عدلان يعني متكافئان متساويان لا يجوز لأحد أن يترك واحدا منهما عمدا وإن كان ناسيا رجونا أن تجزئه مع أن بعض العلماء الحجاز قال لا يجزئه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركه أعاد الصلاة تم كلامه يعني فيما نقل عن حرب في مسائله عن إسحاق ابن راهوية رحمة الله عليهم جميعا فانظروا كيف انطلق الإمام ابن القيم رحمه الله في إثبات أن الشافعية رحمة الله عليه لم يتفرد بالقول بالوجوب وأنه هناك من فقهاء السلف ومن التابعين وقبلهم من الصحابة رضي الله عنهم من يقول بالوجوب فليس قولا شاذا ولا ضعيفا أو مخالفا للإجماع ثم قال ابن القيم رحمه الله وأما الإمام أحمد فاختلفت الرواية عنه ففي مسائل المروذي قيل لأبي عبد الله إن ابن راهوية يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته قال ما أجترئ أن أقول هذا وقال مرة هذا شذوذ فهذه رواية تثبت أن الإمام أحمد رحمه الله لا يقول بالوجوب قال وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي قال أحمد كنت أتهيب ذلك يعني القول بالوجوب ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة قال ابن القيم رحمه الله وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب إذن تحرر من هذا النقل أيها الكرام أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يتفرد بالقول فيها ووافقه الإمام أحمد في آخر روايته التي رجع إليها ووافقه كذلك من آئمة المذاهب الكبار إسحاق بن راهوية والشعبي وغيرهم ومن التابعين من سمعتم ومن الصحابة من تقدم ذكرهم رضي الله عنهم جميعا وقد تقدم في عبارة بعض الآئمة كالطحوي والقاضي عياض إن عمل السلف قبل الشافعي يدل على عدم الوجوب فأتى إلى مناقشة هذه العبارة فقال رحمه الله وأما قولكم الدليل على عدم وجوبها عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه فجوابه أن نستدلالكم إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهم وإما بقول أهل الإجماع إنها ليست بواجبة يقول كيف أستطيع الحكم بأن الشافعي تفرد وأن عمل السلف الصالح قبله مخالف لقوله قال بأحد طريقين إما أن أنظر إلى عمل الناس من زمن الصحابة فمن بعدهم إلى زمن الإمام الشافعي لأحكم بأن قول الشافعي مخالف لما كان عليه عمل الناس في الصلاة أو أن تكون عندنا رواية فيها نقل الإجماع نقلا صحيحا عن فقهاء الإسلام وعلمائه عبر العصور لأرى قول الشافعي مخالفا لهذا الإجماع فهما طريقان أستطيع بهم الحكم على أن قول الشافعي مخالف لما كان عليه عمل السلف في القول بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وهذا كلام علمي سليم قال ابن القيم رحمه الله فإن كان الاستدلال بالعمل فهو من أقوى حججنا عليكم فانقلبت الحجة والدليل عليهم لا لهم قال فإنه لم يزل عمل الناس مستمرا قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد قال وإمامهم ومأمومهم ومنفردهم ومفترضهم ومتنفلهم حتى لو سئل كل مصل هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لقال نعم بل حتى لو سلم من غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المأمومون منه ذلك لا أنكروا ذلك عليه قال وهذا أمر لا يمكن إنكاره وصدق رحمه الله فإن كنا نحتكم إلى عمل السلف وعمل الناس في الأزمان المتقدمة فهذا هو الواقع والقرينة التي ذكرها متجهة جلية واضحة قال فالعمل أقوى حجة عليكم فكيف يسوغ لكم أن تقولوا عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينافي الوجوب قال أفترى السلف الصالح كلهم ما كان أحد منهم قط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال وهذا من أبطل الباطل إذا كان هذا الطريق لا يستقيم في الاستناد عليه للقول بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بإثبات مخالفة الشافعي لما سلف عليه عمل السلف الصالح بقي لنا الطريق الثاني وهو أن نجد رواية صريحة صحيحة تحكي الإجماع قال وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل الإجماع إنها ليست بفرض فهذا مع أنه لا يسمى عملا لم يعلمه أهل الإجماع وإنما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما لم يعلمه أهل الإجماع يعني ليس هو مما ذكر عن علم يستند إلى أهل الإجماع بل هو مذهب مالك وأبي حنيفة قال رحمه الله تعالى وإنما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وغايته أنه قول كثير من أهل العلم نازعهم في ذلك آخرون من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب كما تقدم فهذا ابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود والشعبي ومقاتل بن حيان وجعفر بن محمد وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد في آخر قوليه يوجبون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم رضي الله عنهم قال ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلماء ويعلم مواقع الإجماع والنزاع وقال رحمه الله عقب ذلك وأما قوله قد شنع الناس المسألة على الشافعي جدا يشير رحمه الله إلى ما سبق نقله في صدر المسألة عن بعض الفقهاء في اعتبار الإمام الشافعي متفردا في المسألة مخالفا لإجماع السلف الصالح قبله قال قد شنع الناس المسألة على الشافعي جدا يقول ابن القيم فيا سبحان الله أي شناعة عليه في هذه المسألة وهل هي إلا من محاسن مذهبه ثم قال لا يستحي المشنع عليه مثل هذه المسألة من المسائل التي شنعتها ظاهرة جدا يعرفها من عرفها من المسائل التي تخالف النصوص أو تخالف الإجماع السابق أو القياس أو المصلحة الراجحة ولو تتبعت لبلغت مئين وليس تتبع المسائل المستبشعة من عادة أهل العلم فيقتدى بهم في ذكرها وعدها والمنصف خصم نفسه فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة أم أي سنة أم أي إجماع ولأجل أن قال قولا اقتضته الأدلة وقامت على صحته وهو من تمام الصلاة بلا خلاف إما تمام واجباتها أو تمام مستحباتها فهو رضي الله عنه رأى أنه من تمام واجباتها بالأدلة التي سنذكرها بعد ذلك فلا إجماعا خرقه ولا نصا خالفه فمن أي وجه يشنع عليه وهل الشناعة إلا بمن شنع عليه أليق وبه ألحق هذا فيما أراد به ابن القيم رحمه الله التأكيد على أن هذا القول بالوجوب قول وجيه وله سلف صالح لم يتفرد به الشافعي ووافقه عليه طائفة من الفقهاء وغاية أن يقال إن مذهب الأكثر على القول بعدم الوجوب لكن القول الآخر وجيه جدير بالنظر في الأدلة والاعتبار هذه أدلة القائلين بالوجوب وسيأتي الإجابة عنها دليلا فدليل وسيأتي ذكر الأدلة بالوجوب في المجالس اللاحقة وكان هذا القدر لعرض مجمل قولي الفقهاء في المسألة والمدافعة عن مذهب القائلين بالوجوب ونسبة هذا القول إلى كبار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم من فقهاء التابعين والآئمة المتبوعين في أمة الإسلام ولهذا الباب ولهذا الكلام في تحديد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد في الصلاة تتمة تأتي اتباعا في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى الليلة مباركة الليلة الجمعة فعمروها بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عسى أن تكون من صلاة ربكم عليكم عشرة أضعاف ما تغمركم رحمة وفضلا وإحسانا وتفريجا للكربات وزوالا للهموم وتحقيقا للمطالب وبلوغا للمقاصد جعلنا الله وإياكم في عداد الخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين لسنته المستمسكين بها اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين